رغم كل التوجهات والتحركات الحكومية باتجاه التحول نحو ألية الدفع الإلكتروني إلا أن التعامل به لا زال محدودا نتيجة تخوف البعض من مدى تأمين بطاقات الدفع وجاهزية المصارف العراقية لهذا النوع من التحول أنه لا يوجد ثقة لأن الشركات التي عاملها بهذا الموضوع البطاقة الإلكترونية هي لا زرعة الثقة عند المواطن لهذا السبب يوجد تخوف بعد أن المواطن يضعوا فلوسه في البطاقة الإلكترونية مخاوف الناسية تتبع ثقافتها ليش لأن في المواطن العراقي عدم الثقة المصارف الموجودة حاليا عدم تطورها ينطيب بعض المخاوف أنه لا يلزم العمل بيده في مقابل ذلك متخصصون اقتصاديون أكدوا أن النظام الذي سيتم العمل به في العراق سيعتمد إجراءات وأنظمة حماية متقدمة للحفاظ على أموال المواطنين في عملية الدفع الإلكتروني أن هذه التعاملات المالية مقرونة بأنظمة الحماية يعني على سبيل المثال للحصر هي مسألة فقدان البطاقة في حال فقدان المواطن البطاقة بإمكان إيقاف هذه البطاقة بنفس اللحظة بالاتصال على أحدى الشركات هناك أيضا من الأنظمة الإلكترونية الحديثة والتي تعتمد على النظام الأمني هي أنظمة البطاقات كما ذكرنا هي وصول الرسائل المباشرة للمواطن في حال استخدام البطاقة هذه الحسابات ستكون مربوطة بشكل مباشر مع رقم الهاتف وأوضح البنق المركزي أنه قد عالج جميع المشاكل التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني فيما رأى اقتصاديون أن هناك حاجة لزيادة مراكز وأجهزة الدفع وتطوير الأدوات البنقية لزيادة الإقبال على التعامل بالدفع الإلكتروني حوالي 9000 جهاز عندنا للدفع الإلكتروني و15700 جهاز صراف آلي هذا الرقم قليل قياسا بباقي الدول المتقدمة العراق يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي من تخلف في الأدوات البنقية وقرر البنق المركزي في كانون الأول من العام الماضي إنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني لمواكبة جهود الحكومية في إنهاء التعامل النقدي وتطوير البنية المالية في البلاد إجراءات حكومية لزالة المخاوف من تحول التعامل في البلاد من النقدي إلى الإلكتروني وأنظمة الحماية فيه وسط تأكيد بتحقيق تقدم كبير في مجال الدفع الإلكتروني خلال هذا العام أسعد الزلزلي الحرة